أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن فوز بيير أغوستيني وفيرنز كراوس وآن لوليير بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2023 وذلك للطرق التجريبية التي تولد نبضات ضوئية لدراسة ديناميات الإلكترون في المادة وأوضحت لجنة جائزة نوبل للفيزياء أن العلماء الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء هذا العام حصلوا عليها لتجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونيات داخل الظرات والجزياء